السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم بكديرين أشخباركم نتمنى تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير مبروكة وشاركم اليوم سنحضروا كيكا رائعة جدا كيكا بدقيق الدورة مناسبة للناس اللي عندهم حساسية الغلوتين وأيضا الناس اللي عاملين حيمية وحتى الناس اللي عندهم حساسية اللاكتوز لأن هاد الكيكا ما فيهاش الحليب نهائيا أو المشتقات ديالو فكتجي وصفة ناجحة مئة بالمئة كتجي طالع الكيكا والمضاق ديالها لديد جدا وأيضا خفيفة فقليل فاش كالقاو هاد الوصفات الصحية اللي كتعطينا نتيجة اللي تكون لديدة وأيضا شكل ديالها زوين يلا على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير غادي نحتاجو لتحضير هاد الوصفة مئتين قرام ديال دقيق الدورة دقيق عادي يعني دورة مطحونة هو اللي هاد دقيق اللي كنحضرو بيها في المغريب بيدز وغادي نحتاجو لـ 120 جرام ديال سكار سانيدة ومئة جرام ديال زيت نباتي ثلاثة الحبات ديال البيض وكيس واحد ديال خميرة الحلويات غادي يكون كافي وغادي تجينا الكيكا بإذن الله طالعه غادي ناخدو إناء كنوضعو فيه البيض وغادي نطلعو هاد الخليط بطراب كهربائي نطلعوه مزيان حتي تضعف الحجم ديالو ويولي الخليط مائل لللون الابيض ممكن إلا بغيتو تضيفو الفاني أو تضيفو قشور ديال برتقال أو قشور ديال الحامض كي بقى لكم الاختيار كنطربو مزيان حتي كيولي الخليط كيما كتشوفو مائل لللون الابيض كيولي على هاد الشكل ودائما فاش نبغيو نطلعو البيض ضروري يكون بحرارة المطبخ يعني ما نخرجوش من تلاجة مباشرة ونطلعوه لا نخرجوه بمدة باش كياخد حرارة المطبخ وكيطلع مزيان نضيفو الزيت وغادي نعودو نخلطو غادي نطربو غير واحد شوية باش كنخلطو هاد المكونات صفيوك نضيفو من بعد دقيق الدورة نضيفوه دفعة وحدة من بعد غا نضيفو خميرات الحلويات بعد ما نغربلوها وغادي نعودو نخلطو دائما بالطرب فتحضير هاد الكيكة من اسهل ما يكون فالخدمة كلها كتكون بالطرب الكهربائي من بعد غادي ناخدو قلب اللي غا نطيبو فيه الكيك من الاحسن انو يكون ما يكونش كبير بالزاف يعني إلا كان دائري يكون القطر ديالو 18 سنتيمتر كان دهنوه بزبدة ونرشوه باي دقيق بغيتو دقيق الدورة او اي دقيق بغيتو هذا عندي القطر ديالو تقريبا 20 سنتيمتر وغادي نفرغو الخالية ديال الكيك من بعد كندخلوها الفران لينكونو سخناه مزيان من قبل على درجة حرارة اللي تكون مهيلة ما تكونش عالية وكنخليوها طيب على خاطرها باش طلع مزيان بعد ما كيبانولينا كنشعلو عليها غير من التحت بعد ما كيبانولينا جنيبة تبدو كيتحمرو كنشعلو من الفوق وكنخليوها حتى تتحمر ونخرجوها هذا هو اشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران كنخليوها تبرد واحد شوية من بعد كنحيدوها من القالب فالطريقة ديال اننا ندهنوه القالب بزبدة كتساعد بزيف ان الكيك ما كيلسقش خصوصا اليك القالب كيلسق من بعد غنقلبوها في صحن التقديم ونزينوها حسب الرغبة انا زينت بخطوط ديال شوكولة شوكولة الدهن وايضا بجوز الهند وقطع ديال جوز وهذا هو اشكل نهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم شكرا على حسن المتابعة والى اللقاء مع وصفة جديدة شكرا على الحسن المتابعة